بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمد الرسول الله صلى الله عليه وسلم وشرف وكرم وبارك وعظم وعلى آله وصحبته واتبعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين في كل لمحة ونفس عدد ما وسوعين الله أما بعد من كتاب بحجة النفوس وتحليها بمعرفة ما لها ومعليها شرح مختص سيد بخاري المسمى جمع النهاية في بدء الخير والغاية للإمام الحافظ المحدث الورع أبي محمد عبدالله أبي جمرة الأزدي الأندلسي المتوفى سنة 99 وستمائة من الهل من الدولية الشريفة رحمه الله تعالى ونفعنا الله بإعجوني وعلوم مشايخي وتلميذتي وخبائي مصنفاته وشراحية في الدارين آمين ما زلنا في الحديث الثالث بعد المائة وهو حديث إنما الأعمال بالميات المروي في صحيح البخاري وفي كتب السنة بأسانيدهم المختلفة ونحن الآن نقرأه بإسناد الإمام البخاري في صحيحه عن مشايخنا إليه ومن إسناده عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل مرئ ما نوى فمن كانت إجرته إلى الله ورسوله فإجرته إلى الله ورسوله ومن كانت إجرته إلى دنيا يصيبها وامرأة ينكحها فإجرته إلى ما هاجر إليه وحطت بعد كده ببقصين ولا نية للناس والمخطئ لأن ده عنوان باب للمخارج ولا نية للناس والمخطئ كأنه بيستنبت منها إن الناس والمخطئ إيه لا يحسب له أعملوه لأنه رفع إيه من أمات الخطأ والنسيانة واستكرو عليه تهمت إزاي؟ واتكلمنا إحنا في مقدمة الحديث إن فيه أركان سبعة للنية لابد تعرف أركان النية السبعة حقيقة حكم محل زمن كيفية شرط والسابع مقصود حسن وفي شروط النية قلنا أهمها الإسلام وبعد الإسلام البلوغ والعقل يبقى عشان تكون صالح للنية لابد أن تكون مسلم عاقل بالغ تهمت بقى إزاي؟ مسلم عاقل بالغ بأول شروط بعد كده تصلح النية من المجنون مالوش نية والبالر مالوش نية الغير البالر اللي وصّلو وإن كان عملوه صحيح إلا أنه لا يجزئه عن الفرد لأنه مش واجب عليه إذا كان مميز عملوه صحيح لو حج مع ابوه وهو طفل مميز محسوب له حج التطوع لكن مش حجة فريد والصدق اللي بيصليها قبل ما يجلب بياخد سوابها وأبو ياخد سوابها وأمه اللي هي بتدفعه له هذا الأمر لكن ليس بفريدة عليه مفروضة عليه تهمت إزاي؟ لأنه ليس أهلا للنية إنت يبقى أهلي للنية بقى وتبقى مفروضة عليه أول ما يبلغ تهمت بقى يبقى عندنا النية يشترط فيها شروطها الإسلام والبلوغ والعقل دي مهمة جدا في بعد كده بقى بعد الأمور الأخرى بقى في العبادات بيضغف عليها بعض الشروط الأخرى إذا كنا بباب الزكاة نقول الملك التام وبلغ النصاب وحوالان الحاول نحطها زيادة فاخد بالك إزاي؟ إذا دخلنا بباب الصلاة نزود بعض الشروط التانية دخول الوقت يشترط إيه علشان تنية تصلح للصلاة لابد يبقى دخل وقتها كده برضو ولا بد أن يكون متوضئا أو طاهر من الحدثين وأن يكون ساتر العورة وبسوب طاهر وعلى مكان طاهر يبقى قد الشروط تزداد في بعض الإبادات بقى المختلفة لكن الكل متفق على إن التلاتة دول الأول موجودين إسلام بلوغ عقل بعض الحاجات الثانية يشترط فيها ما عدا كله الحرية عشان ما يبقاش رقيق إذا كان مثلا في الحج الحج لابد يبقى إيه؟ عشان تسكت عنه حجة الفريدة لابد أن يكون حر في النصاب الجمعة عدد اللي بيصله جمعة النصاب واشترط معه أن يكون مقيما حرا وغير مريض وغير مسافر يعني مقيم وحر واشترط الذكورة كمان يبقى راجل لأن النصاب الجمعة لا تتمه النساب لأنها ليست مفروضة عليه مؤكزة لبقى في كل عبادة بقى فيه تفاصيل لبقى النية في كل عبادة فيه تفاصيل زيادة لكن المهم تعرف أن فيه ثلاث شروط مستقرة في بكل وهي الإسلام والبلوغ والحرية والعقل هنشوف بقى الشيخ هنا بيتكلم بيتكلم على هذا الحديث بطريقة المالكية يبقى احنا لما تكلمنا على الحديث الشروط السابعة دي طريقة الشافعية في فهم الحديث إنما الأعمال بالنيات كويس؟ هنشوفها طريقة المالكية في عرض هذا الحديث اللي هو الشيخ أبي جامرة كان مالكيا فبيقول إيه؟ ظاهر الحديث يدل على أن لكل مرئ ما نوى ومعنى نواه بعمله وأما قولنا في إسر الحديث ولا نية للناس والمخطئ فمعنى لا عمل له يجزئ والكلام عليه من وجوه منها أن يقال هل هذا على عمومه في كل الأعمال أو هو على الخصوص الظاهر أنه على الخصوص بدليل أن الأعمال على ثلاثة أقسام أول حاجة قصد نية بلا عمل في نية بلا عمل زي إيه؟ الإيمان الإيمان بالله الإيمان ده في القلب ما بيظهرش ما بتقولش إيه؟ لما تقول أشهر على محمد روح صلى الله ما بتعملش حاجة ده أنت بتعبر عمه في القلب فهمت بقى إزاي؟ نية بلا عمل وهو مثل الإيمان والكفر والحب في الله والبغض في الله وإنك تحب الخير للناس وإنك تتسامح وتسامح من ظلمك وإنك أنت تحب إيه لأخيك ما تحب لنفسك كل دي أشياء ققرت في القلب ومش زهرة في الخارج فدي مش محتاجة بقى إيه؟ يبقى دي أشياء فيهنية وفلاش عمل وعلى فكرة سوابها دي جدير قوي لأن أعلى سوابه هو الإيمان الإيمان ده أعلى سوابه فأعمال القلوب سوابها أعلى كثيرا من أعمال الجوارح بل يتوقف عليها قبول عمل الجوارح يتوقف عليها كمان قبول عمل الجوارح تملي أعمال القلوب حج لك وأعمال الجوارح حج عليك فعشان كده لما فاهم ذلك الصوفية اهتموا بعمارة القلوب اهتموا تماما إزاي يحقق التوكل في قلب إزاي يحقق الثقة في الله إزاي يحقق الحب في الله إزاي يحقق عدم الحسد إزاي يحقق القناعة والرضى والصبر واليقين فهم؟ والخشوع والتواضع هذه كلها حاجة في القلب كيف يحققها؟ لأن كل دي أمور حجة تدافع عنك لما تبقى في قلبك إنما بقى أقوالك وأعمالك الظاهرية حجة عليك لو ما كانش القلب مطابق لها تيجي كمان حجة عليك ذا القرآن لأنك بتقول أهو حجة عليك أو عليك شوف القرآن حجة عليك أو عليك انت تقول ألا لعنة تضيع علي الظالمين وتطلع ظالم يبقى بتلعن نفسك القرآن بيلعنك على لسانك لما تبقى ظالم ظالمت أخوك ظالمت أخوتك في المراس ظالمت أصدقائك قادل بيصدر الأحكام ويظلم الناس حاكم بيظلم الناس وقال لي ورد القرآني ما شاء الله قاعد طول النوم يقول لك ألا لعنة الله على الظالمين ألا وكل ما يخلص ختمة يقول لك ألا لعنة الله على قاعد بيه بيلعن نفسه وعلش كده رب القرآن يكون يلعنه صاحبه لأنه حج عليه فهمت بقى ذا إلا أعمال القلوب دي أعمال القلوب يا سلام اللي في قلبه حب للنبي يدفع عنه يجبر نقصه مش كده برده حب النبي ده يجبر نقصك المرأة ما عمان أحب مش كده برده يا سلام أم يبقى عندك تواضع كده وإخبات لله كده وخشوع وحب الخير للناس واخد بالك وعدم حقد ورده وقناعة بما قسمها الله لك حاجات كلها مش باينة ده في قلبك لكن ما شاء الله الزرة فيها تعني الجبال من أعمال الجوائح الزرة فيها تعني عشان كده الصوفي يهتموا بالقلوب لأنها محل نظر الرب فهمت بقى إزاي فيبقى في أعمال نية بالعمل لي أعمال القلوب لأنها وقرت في القلب فهمت بقى هي أول نوع يبقى مثل هذه الأعمال استوار فيها على النية لغير على النية لغير مش على العمل النوع التاني عمل بلا نية في أعمال تانية ما تبتكرش للنية بقى زي ما قلنا له غسل النجاسة غسل النجاسة مش محتاج تقول نويته غسل النجاسة وتغسريني ساوه قبل بلا انت بتقول أما بتخش تستنجا استعدادا للهدوء بتقول نويته الاستنجاء للاستعداد للهدوء بتخش تكسر بتعمله على طول كده فهدي أعمال لا تفتكر للنية عمل وإن كنت تساب عليه لأنها بتستعد للعبادة إلا أنها لا تفتكر للنية فهمت؟ يبقى عمل بلا نية مثل غسل النجاسة وغسل الميت لأن المقصود من ذلك الفعل لغير وكذلك من الأعمال التي لا تفتكر للنية وتسبع عليها اللي احنا كنا قلنا عليها أي عبادة لا تشتبه بالعبادة ولا تشتبه بعبادة أخرى زي مطلق ذكر الله ما بتقولش نويته أذكر الله سبحان الله سبحان الله ما تقولش كده على طول تسبح على طول تكبر على طول تصلي على النبي على طول تقرأ القرآن ليه لأنه لا يشتبه بأعمال أخرى ولا بأقوال أخرى فهمت بها إزاي؟ يبقى الأعمال التي لا تشتبه بالعادات ولا تشتبه بأي شيء آخر يعني عبادة صرفة ليس لها مثيل إيه في العادات يبقى لا تفتكر للنية لكن الوضوء له مثيل في العادة ممكن تلاقي واحد كافر وقى بجنبك فتح الحنفية وهو مش مسلم ولا حاجة قاعد بيغسل وشه يغسل اليده ينظف نفسه واحد تاني مسلم جنبه في حنفية لجنبه بيعمل نفس الأعمال بس نويها وضوء وده بيتشتبه تفهمت ازاي؟ يبقى ايه الوضوء يختقر لنية ليه لأنه يشتبه في العادات تفهمت بقى المسألة؟ وكذلك كل عبادة معقولة المعنى لا تحتاج إلى نية وفاعلها مأجور عليها زي قلت لك ايه الصلاة عن النبي والذكر وتلوة القرآن وكل الحاجات وكذلك ايه زبح الزبيحة انت بتقول نوايته زبح الزبيحة لأكلها وتحليلي لحمها بسم الله الله أكبر ولا على طول تمسك زبا وترمي في الحوض وتنطف وتخش وتأكل لا تفتقرش نية ففيه أعمال كثيرة لا تفتقل نية ومختلفة فيه العلماء من أنواع العبادات هل تحتاج فيه إلى نية او لا تحتاج إلى نية من أجل اختلافهم في تلك العبادات وهل هي معقولة المعنى او ليس وعبادة مفتقرة النوع بقى ايه التالت وعمل ونية في عبادات بقى ثانية تحتاج عمل ونية زي الصروات عمل تحتاج نية عشان تميز الصلاة من نوع نافلة ولا فريضة وزكاة فريضة اي نوع فريضة وزكاة نافلة اي نوع نافلة فتفتقر بالنية والزكاة عشان تشتبه مع الصدقة صدقة التطور فلما بخرج الزكاة يا فريضة بتشتبه مع صدقة التطور يبا لازم اميز بالنية وهكذا فهذه التي جاء الحديث فيها فيكون اللوز عاما ومعناه خاص والعمل الذي يحتاج الى نية اذا نسي صاحب العمل النية او اخطأ فيها لم يكن له عمل ومعنى لم يكن له عمل اي عمل مجزئ عن فرده ان كان فردا او عن سنة ان كان سنة ولكن لا يخلو صاحبه عن اجل مثال ذلك من يقوم يصلي ظهرا بنية عصر فقد اخطأ في نيته يعني هو صلي الظهر وقت الظهر بس نوع عصر بقلبي مش هينعقد ايه ظهر خلاص لانه قلبه قالت له عصر بانه بيصلي وقت الظهر بس العبرة بالنيته في قلبه اخطأ في نيته فلا تجزئه عن ظهره ولكن لغد له من اجر ليه بقى انه قد قاتلها وحياخد ثواب كرقة القرآن حياخد ثواب التسبيح ثواب ايه الصلاة عن نبيه التشاهد لكن مش هياخد ثواب ايه الصلاة نفسه بهمت بقى ازاي وبعض العلم قالك ايه تنصرف الى صلاة نافلة تصير نافلة مش فريدة او بعد العلم قالك تصير فريدة عصر مما فتهم فهمت ازاي والتنعبت يعني فيها ايه تصورات كثيرة عند العلمات في بس لهذه السورة طبعا عليهم يصلي تاني وما نوهوش ولكن لابد له من اجر فنوه قد اتى بتلاوة وذكر وركوع وسجود وتسبيح ونوى ذلك وجه الله تعالى اللي هي المقصود الحسن انك انت يبقى عملك خالص لله بهم وان كان لا يجزيه عن فرده فاجر التلاوة الى غير ذلك لا يضيع له فان الله عز وجل يقول فمن يعمل بالقالة ذرة خيرا يرى ومثال الناس الذي يدخل الصلاة غير نية فلا توزيه ايضا عن صلاة الله هو اكبر هو ما نواش حدا اه ده غافل يبقى مش حتى نعقد صلاة طب واللي واقفه ده بيسمع قرآن بيقرى قرآن ياخد صلاة القرآن ده ما يصليش صلي فانك لم تصلي صلي فانك لم تصلي صلي فانك لم تصلي لان النية اول ركن من اركان الصلاة نية مش كده برده هو ده ما نواش فيبقى لازم ينوي والنية وقتها عند تكبرت الاحرام يستحضل وبيقول الله اكبر صلاة ايه دي بقلبه والشفعية اجازه والتغفظ والإسان ليعيني القلب اول ما انتحنوا الامام الشفعي وراحي باغداد احبوا يعملوله امتحانة هناك بقى احناك اقوية بها وقالوا ده الشفعي جاي وكان سيته سيته وجيله وهو جاي من اليمن ومن الحجاز كان سيته شاب صغير كان عنده حاجة مثلا بتاع 32 سنة او اقل وهو 29 سنة حتى لما راح باغداد سيته ايه لقى سيت جامد في العلم لانه ايه طوف راح اليمن واشتغل هناك في اليمن قاضي وساع سيته وكانت في الحجاز كان يستقبلوا الناس ويشوفوه هو بيحجه في الحرم ايه الامام سوفيان ابن عيانة يبقى عند الامام الشفعي وده من ترمزته لما يتسئل سؤال يخليه الاجابة ولما يجاوب هو ياخد رأيه ايه رأيك يا الشفعي الاجابة دي كويسة وهو استاذه سوفيان ابن عيانة فيعني سيت الامام الشفعي كان سيت عجيب واخد بالك فاول ما راح العراق قالك هو ده بقى الشفعي طب الله لا نمتحنه اما نشوفه بقى ايه يعني ايه فبيقولوله كيف يدخل الانسان الى الصلاة سؤال يأتي ظاهري سهل تهمت زي كيف يدخل الانسان الى الصلاة فالامام الشفعي جاوبه لهم بطريقة خلتهم هما اللي يسألوه قال لهم يدخلوا الى الصلاة بركنان ونيء وسنة يدخل الى الصلاة بركنان وسنة قالوا ازاي فقال بتكبيرة الاحرام وهي ركن والنية وهي ركن ورفع اليد وهي سنة فاهمت ازاي بركنان وسنة ادي الائمة يا سيد فاهمت ازاي يبقى لازم الواحد يعرف ان الاعمال لابد فيها من نية فاهمت ازاي خصوصا الاعمال التي تشتبه بغيرها للتمييز فاهمت ازاي دي نقطة مهمة مثال الناس اللي دي يدخل الصلاة بغير نية اه ان هي ركن يبقى دخل الصلاة وهو تشرق انتفت صحب الصلاة صلاة بطنة ازاي فلا تجزيه ايضا عن صلاته ولا يخلو ايضا من اجر للتعليل الذي قدمناه ثم قوله عليه السلام لكل مريء ما نوى هذا فيه دليل لمن يقول ان الاعمال وان تعينت هي او زمانها لوجه ما من التعاقد فان نية الفعل تلك العبادة اما تحققها لما جعلت اليه واما تصرفها الى غير ذلك لان العلماء قد اختلفوا في ذلك اختلافا كثيرا يعني مجرد دخول وقت العبادة مش معناه بيحدد العبادة اللي هيحدد العبادة دي مش دخول وقتها نية القائمة مش علشان انا سمعت اعدان للدور فأمتي كده غافل قلت له اكبرت انت انعق الدهر نية القائمة هو اللي بيحددها لان قبل الدهر ما فيه سنة طب ايه اللي حيميز السنة من الفريض الا نيتك فهمت بقى ازاي فلازم ليس مجرد دخول وقت العبادة بيحدد نية العبادة ان وقعت في الوقت فاللي بيحدد نيتها هو الفاعل فهمت اللي هو المكلف مثال ذلك الحج وشهر رمضان اختلفوا بقى بعض ديه العبادات هو جاء في شهر رمضان قالك نويته صيام شهر رمضان عن رمضان الذي فتني في شهر رمضان لا انعقد عنده ومنعقدش قداء على اللي فهمت ازاي يعني بعض السوا في الحج مثلا قلب بايك اللهم بحجة نافلة وهو ما حجش عن نفسه قبل كده انعقد فريض حتى ولو قال نافل فهمت بقى ده يعني بعض صور الاعمال بتتغير الحكاية شوية لكن ايه هي قاعدة لها ايه التفاصيل في ايه الفروع الاخرى مثال ذلك الحج هو شهر رمضان من العلمة من يقول انه اذا صنى رمضان ونوى به غيره مثل نزرة او تطوع وانه يبزي عن فرده ولا تدره دي الكنية لان الله عز وجل قد عينه دي الايام لصوم الفرد فلا تخرج عن ذلك وبدو الشفاية قاله لو نوى الافطار وهو صائم نوى الافطار ولم يفتر صح صومه في حين انه في الصلاة لو نوى قطع الصلاة ولم يقطعها بطلت صلاة فهمت بقى ازاي عايزة تفاصيل بقى عايزة تخش بقى في العبادات المختلفة خش للعلمة وبتعلم فهمت بقى ازاي لانه في كل عبادة لها تفاصيل يعني واحد لقى نفسه تعبان هاوي وحران هاوي وشاكشان هاوي والعاص ردا ولسه بدري على المغرب ياه انا مش هقدر انا اول مرة روح البيت هقربع مية وبعود اليوم ده قال كده في نفسه وهو راكد ايه الاوتوبيس ويضايح على بيته قال كده في نفسه عقد هزا في نفسه وبعين دخل بيته ايه غاية الرأي ورح نان صحيح صومه صح بأنه عزا ما قطع العبادة إلا أنه لم يقطعها صحيح صحيح لكن لو عمل كده جوا الصلاة بيع مسجد الاشراب عايز يصلي العشر هو فاهم من العشر يبتخلص مثلا في خمس دقايق دخل مسكين مسجد الاشراب قال الله هو اكبر لقى الامام دخل في صوت الناحل عايز يركع بيه في ركعة الله يبص في الزاعة والامام مش هايز يبص في الزاعة مرت عشر دقايق ولسه ما ركعش في الركعة الاولى أنا إيه اللي جابني وإيه اللي مشاني في الشارع ده كل ده يتكلم نفسه واخد بالك فعازم بقى إنه هو إيه يقطع الصلاة خالص بطلة صلاة لكن الحل إيه ينوي المفارقة وما يقطعش الصلاة ينوي مفارقة الإمام ويتمها منفرد ويروح شوف مصلحته لكن ما ينويش قطعها لو نوى قطعها بطلة صلاة لو نوى المفارقة صحة ويتم منفرد تهمت بقى إزاي؟ عايزة فق المسائل عايزة فق وبعد كده يعلم طبعا إيه الشارع بالحمس جد الأشراف وما يعديش قدامهم العربية ثانو ده طول عمر لإيه؟ لأنه خد مقلب مثال ذلك مثال ذلك الحج وشار رمضان من العلم من يقول أنه إذا صام رمضان ونوى به غيره مثل نزر أو تطوع أنه يجزيه عن فرد ولا تضر تلك النية لأن الله عز وجل قد عينة دي الأيام بصوت الفرد فلا تخرج عن ذلك وإن أخرجها العبد وقال أخرون إنها تنتقل بنية الفاعل ومنهم من قال إن تغيير النية يفسدها ولا تصح فيما نقلها إليه يعني لو غير نيته يفسده يعني أنا نويت أنا داخل الناس بتصلي عيشة والداخل بقى مشغول كنت جاي من العمل وتعبان نوت صلاة العصر وإنها هي عيشة وبعدين بص الأمام بيجهر قال إيه ده عصر إيدا اللي في جهر ده آه يا ده عيشة كل ذك نفسه تاين خليها عيشة اه دي بطل أكسل الله مش نفع لا نفع عصر لا نفع عيشة لأنه غير النية فيها يبقى الحل إيه يطلع وين وين هي بديه حل إيه يطلع وين وين هي بديه لكن ما نفعش يغيرها جوا الصلاة تاين تزاين نفعش يغيرها داخل الصلاة اشتفعية لهم تفصيل برضو. قالك ايه. لو انت في النافلة لك ان تغير النية داخل النافلة. لكن في الفريدة لا. انا لو كانت استدراض يا ببتو. لانها لوئة لسان الجاي يقولون العاقب. احنا قلنا القلب. العبرة بالقلب. واللسان مترجمة من القلب. العبرة بالقلب. يعني قال عصر بقلب بلسان. واي العشاء. واي العشاء بقلبه انعقدت عشاء خلاص وصلته الصعيد. والكلام ده قلنا قبل كده. كويس. يبقى اللي بتنعقد بالقلب. مش باللسان. اللسان يعين القلب. فما في القلب هو لي ايه. بيحدده. في بعض التفاصيل. انا نويت مثلا دخلت مسجد ويؤد بنت دور. الحمد لله. فانا عارف ان سنة الزهر القبلية اربع ركاة. فروح تناوي اربع ركاة. الله هو اكبر. وانا بقرأ التشاهل الاوسط لقيتهم بيقيموا الصلاة. يعني في الركعة التانية. بيقيموا الصلاة. يبقى ايه اكمل التشاهد وسلم. فيهمت ازاي? عشان انا الحقي الصلاة. اغير الانية خليها اتنين. فيهمت ازاي? وتنعقد اتنين. فيهمت بقى المسألة? انا دخلت الجامع. وفاهم اننا هيقيموا الصلاة بسرعة. فقلت اما صلي اتنين. مع ان انا انا عارف تشاهد الاوسط سامح ورد. وقلت الامام مجاج. اتزار هتاخر ان اعبر عشر ديائر. او اخذ بالك. فعرفت ان عندي وقت لي ان انا احوله تشاهد اوسط مش تشاهد اخي. وهو مجيب ركاة لها. واخليها اربع عبر. كل ده جائز. ما فيهاش اشكال. فهمت بقى ازاي? لكن ما ينفعش. لما كنا ناوي بقى سنة الزهر. جاء واحد نوى جنبي فرد زهر. ويقتم بيا. وقوله والله كويس ده ربنا بعات لي واحد. خليها بقى فرد الزهر يلا. بطلت صلاتك وصحك صلاة المأمون. فهمت بقى ازاي لما ينفعش. خليك زي ما انت. خليك زي ما انت سنة. وهو يبقى مأمون. فهمت بقى. يعني المسألة فيها تفاصيل. ومثل ذلك قالوا في الحج. وهذا الحديث يقوي قول من يقول انه ينقلب بالنية لقول عليه الصلاة والله لكل مرئ منه. وفي مذهب مالك في ذلك ثلاث اقوال. القول الاول انه يجزئ عن الفرد ولا يجزئ عن غيره. وبالعكس يعني لا يجزئ عن الفرد ولا غيره. والقول الثالث والمشهور انه لا يجزئ عن واحد منهما وهنا بحث. وهو هل النية مطلوبة في جميع اجزاء العمل؟ يعني في كل ركعة في الصلاة محتاج النية؟ ولا يكفيني في اوله. فيهمت ازاي؟ هو يكفي في الاول وبتنسحب على الباقي. كويس؟ ومنهم من يقول انما هي مطلوبة عند استفتاح العمل لكن الذين يقولون بهذا يقولون ان استصحابها في كل الاركان شرط كمال وهو مستحب ودار الامر على ان اوله متفق على وجوبها فيه. وبقيه قيل واجب وقيل مستحب وفيه اشارة الى تفضيل طريق اهل السلوك لانهم يتمون عملهم بحسن نيتهم. كما قد تقدم في غير ما حديث يؤخذ ذلك من قولي عليه الصلاة صلى الله عليه وسلم بكل امرئ ما نوى. لان فتح باب الزيادة في العمل برفع النية فيه فمغبن نفسه بسوء نيته ومربح لها بحسن نيته. ومثال ذلك شخصان يتبحسان في مسألة فقهية. ونية الواحد بيان حكم الله وطلب الصواب فيه ايمانا واحتسابا. ولا يبالي من الذي جاء بالحق فيهما هو او صاحبه. فهذا قد رفع عمله بحسن نيته. يعني اتنين بيتناقشوا بمسألة فقهية. واحد فيهم هدفوا الوصول للحق ولو كان على لسان صاحبه. مش مهم يوم يوم يوم. يبقى رانئيته خلت مناقشته عالية. التاني بيناقش التاني ويناوي انه هو ايه يغلبه. ويبين له انه هو مختل. فهمت ازاي؟ يبقى التاني دن عمله بنياته والاخر رفع عمله بنياته. فهمت بقى ازاي؟ لان التاني على الغلبة. والتاني هدفه الحق وليس الغلبة. فهذا قد رفع عمله بحسن نياتي لان هذا اعلى المراتب ويدخل في حد الربانيين الذين هم ورثت الانبياء عليه السلام. وانشكد امام الشافية كان يقول ما نظرته احدا الا وتمنيت ان يكون الحق معه لازداد علما. اما لو كان الحق معي فانا لم ازداد شيء اما انا جاي جاهز به. شوف بقى الامام الشافية كان رباني ازاي؟ يقول ما نظرته احدا الا وتمنيت ان الحق معه لازداد علما. اشكد لحد الوقت علمه ربنا بارك فيه. لحد الوقت الى يوم الايام الناس هتبدأ تتعلم علوم هذه المزايا. فهم? ببركة نواياه. لان هذه اعلى المراتب ويدخل في حد الربانيين الذين هم ورثت الانبياء عليه السلام. والاخر كانت نية المباهى والفخر وقصده الظهور على اخيه لان ينسب الى الفضلاء. فهذا بابخس الاحوال وان ظهر على اخيه وان ارتفعت منزلة في الدنيا. لانه اول ما تسعر به النار يوم القيامة فان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اول ما تسعر النار بثلاث. وعد فيهم العالم الذي هذه صفته. لانه يقول يا رب تعلمت فيك وعلمت فيك. فيقول الله لو كذبت. وتقول الملائكة لو كذبت. انما فعلت ذلك ليقال فقد قيل فيؤمر به الى النار. وليس هذا في العلم وحده. بل ذلك في جميع عمال البر. وانما ذكرنا العلم لانه صلى الله وسلم قال اعمال البر والجهاد في العلم كبسقة في بحر. يعني لما تقارن كل اعمال الايمان واتقارنها بالعلم. العلم الرباني. كبسقة في بحر. فاذا كان ذلك في الاعلى فمن باب الاحرى في غيره. ونقف على البحث اللي هو ايه متعلق بهذا الحديث غدا ان شاء الله. لاننا عطلنا يعني. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد والله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. وصلي اللي هم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى ايه وصحبه المعين. اللي نام واستيقظ لا يجب عليه الاستنجاء قبل الهدوء. فهمت ازاي؟ ليس منا من استنجى من ريح. حتى لو طلع ريح لا يستنجي من ريح. لكن يجب الاستنجاء عند خروج النجاسة. وهواء النجاسة طاهر. اللي هو الريح ده هواء النجاسة طاهر. لا يحتاج انك انك انت تغسل الاستوب من نهو لانه تعرض لهواء النجاسة. ولا تغسل موضع خروج الهواء. ليس منا من استنجى من ريح. يبا اللي نام وقامت وضع على طول من غير ما يستنجى وضوء صحيح. والله تعالى اعلى واعلى. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد والله الا انت نستغفرك.